شهر رمضان موسم من مواسم الخير كل لحظة من لحظات رمضان هي موسم كل يوم من أيام رمضان هو موسم و رمضان أيام معدودات و لذلك على الإنسان أن يهتبل كل فرصة من فرص رمضان في طاعة و عبادة يسجلها حتى يلقاها عند الله سبحانه وتعالى و من ذلك طبعا الصيام و المحافظة على الصيام لأن بعض الناس يصومون لكن ما يحافظون على صيامهم بعض الناس يصوم عن الأكل و الشرب لكن يفطر على الحرام و ينظر إلى الحرام و يستمع إلى الحرام و يتكلم بالحرام هو فعلا صائم عن الأكل و الشرب و عن الشهوة لكن أطلق لجوارحه العنان تلغ و ترتع و تنغمس في هذه المحرمات و هذا ما فهم الصوم هذا الإنسان مسكين ما فهم الصوم الصوم ظاهره الامتناء عن الأكل و الشرب و الشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكن أسراره و حكمه أعمق أو أبلغ من هذا الصوم مدرسة الصوم يعودنا على الصبر الصوم أعلن فيه كل مسلم أعلن فيه كل مسلم انتصاره على نفسه الأمارة بالسوء و انتصاره على شيطانه بمعنى قادر الإنسان على أن يترك المحرمات و المكرهات و الأمور هذه التي لا يرضاها الله سبحانه و تعالى قادر امتنع عن أطيب شيء يحبه الإنسان الأكل و الشرب و كذلك امتنع عن الشهوة إذن هو قادر على أن يمتنع عن جميع المحرمات طوال العمر و الزمان قادر أيضا على أن يسيطر على نفسه لأن الإنسان الصائم يستطيع يقفل على نفسه الغرفة و يأكل يشرب من الذي يعلم هو تربى على عرش قلبه في عقيدة المراقبة أن الله مطلع عليه ناظر إليه و لذلك يخاف من الله لا يأكل و لا يشرب و يمتنع و حريص طيب إذا كنت بهذا الحرص أنت الآن أعلنت صراحة أنك قادر على أنك تكون على الطريق المستقيم و الصراط القويم قادر على أن تتخلص من هذه العادات السيئة و من هذه الذنوب القبيحة التي يرتكبها الإنسان من خلال جوارحه نسأل الله تعالى أن يعيننا و إياكم جميعا